بما تكون الطهارة تكون الطهارة بأحد أمرين الأمر الأول الماء الطهور وهو الأصل في الطهارة والأمر الثاني التراب وهو ما ينوب عن الماء الطهور عند عدمه أو العجز عن استعماله أولا تعريف الماء الطهور يعرف الماء الطهور في اللغة بفتح الطاء بأنه اسم لما يفعل به الشيء فالطهور بالفتح يعني اسم لما يفعل به الشيء يعني الماء فالطهور بالفتح اسم لما يتطهر به وأما بالضم طهور فهو الفعل أي فعل الطهارة في الوضوء أو الغسل أما اصطلاحا فالماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها ولم تتغير أوصافه سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض فمثلا الأمثلة على الماء الطهور مياه الأمطار الأبار البحار الأنهار كل ذلك أمثلة على الماء الطهور بعد تعريف الماء الطهور ناتي إلى بيان حكم استعمال الماء الطهور في الطهارة حكمه واجب في رفع الحدث فلا يرفع الحدث إلا الماء الطهور أما غيره من السوائل فإنها لا ترفع الحدث والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدول إلى التراب عند عدم الماء فلو وجد سائل أو مائع غير الماء يقوم مقامه لا وجهنا إليه فدل ذلك على أن المائعات غير الماء لا تقوم مقام الماء في رفع الحدث وزوال الخبث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في البحر حينما سئل عنه أن أتوضى به قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته وكذلك لا يزيل النجس الطاري أي الحكم إلا الماء الطهور والمراد بالنجس الطاري أي الذي ورد على محل طاهر فخرج بذلك النجس العيني يعني من كانت عينه نجسة فإنه لا يتطهر فإنه لا يطهر ولا تفيده الطهارة مثلا إذا وقعت النجاسة على الثوب أو البصاط هذه النجاسة تعتبر نجاسة طارئة وقعت على شيء طاهر فقد وقعت على مكان طاهر قبل وقوع النجاسة فتكون نجاسة طارئة الأدلة على أن النجاسة الطارئة لا يزيلها إلا الماء الطهور قوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب تحته قال للمرأة تحته ثم تكرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه والشاهد من هذا قوله بالماء فهذا دليل على أن الماء هو الذي يزيل النجاسة ولا يزيل النجاسة غيره وأيضا دليل آخر قوله صلى الله عليه وسلم في الإعراب الذي باله في المسجد أهريقوا على بوله سجلا مما فقوله سجلا مما دل على أنه لا يرفع النجاسة ولا يزيل النجاسة أنه لا يزيل النجاسة من المكان أو من الثوب إلا الماء الطهور وأيضا لما بال الصبي على حجر النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتبعه إياه أي طهره به فهذه الأدلة تدل على أن الماء الطهور هو الذي يزيل النجاسة دون غيره وهذا على المذهب الحنبلي يرى الشيخ بن عثيمين رحمه الله في هذه الجزئية وهو رأي أيضا لبعض العلماء في إزالة النجاسة بغير الماء يرى أن إزالة النجاسة بغير الماء جائزة فإذا زالت النجاسة بغير الماء طهر محل النجاسة وعلل لذلك لأن النجاسة عين خبيثة فإذا زالت زال حكمها فما دامت النجاسة موجودة فالمكان نجس وإذا زالت النجاسة بأي مزيل فهو طاهر فالعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما أما النجاسة العينية فهذه لا تطهر ولا يطهرها ماء ولا غيره لأن عينها نجسة فلا تستفيد من التطهير كالكلب أو عذرة الإنسان فإن هذه نجسة عينا فلا يمكن أن تطهر وقال بعض العلماء في بعض النجاسات العينية أنها إذا استحالت وتغيرت وأصبحت شيء آخر فإن ذلك يكون تطهيرا لها ومثلوا لذلك بمثال فقالوا لو سقط الكلب في ملح ثم ذاب وتقطع أجزاء وأصبح ملح فإنه انتقل من كونه جسما نجسا إلى ملحا طاهرا والأولى هو ما تحقق من أن النجاسة العينية لا تطهر ترجمة نانسي قنقر